الدراما المصرية سواء في الأفلام أو في المسرسلات مثلا في فترة جمال عبد الناصر كان لها رأي قد يختلف تاريخيا دلوقتي أو يختلف مع من يحققون في فترة ما قبل سورة 23 يوليو عندما جاء الرئيس أنور السادات كان له رأي في فترة جمال عبد الناصر يعني هناك حقائق لكن هناك أيضا إضافات يعني أنا أعتقد بعد سنين طويلة لابد من يبقى فيه نوع من ترشيح لها وهنا عظمة الفن أن الفنان الحقيقي بيقدر يبقى عنده رؤية وعي تتجاوز التغييرات المؤقتة لمن يجلس على مكانة لمن يتحكم في لده الفن عمالنا يجيب محفوظ متجاوزة وقدر تتعامل بزكاء وخبص فني في أنه يقدر يعبر عن رأيه من غير ما يخسر حاجة لا هو بيحب بفترة سورة 19 وموجودة جدا يعني في أعماله وتلاقي الثائر شاب الثائر في أعماله في الفترة دي منور كده عن باقي الشخصيات فقدر يوصل ده لما يبقى فيه مثقفين حقيقيين وموهوبين قوي قوي بيفرقوا جدا في فكرة التاريخ الدرامي اللي حدثك في السودية وأنا برضو بقول أنه حضرتك متحيز لهذه الفترة وده شفناه فيه مسلسل أهدى اللي صار صحيح صحيح بالمراجعة لما كنت بشتغل على 100 سنة في اسكندرية وبدأت من سنة 1919 وختمت 2019 اكتشفت والله حضرتك من الكتير جدا من المغالطات لا احنا كنا في فترة فيها سرية جدا سرية جدا ووطنية جدا ووطنية جدا ومثقفين كبار وفنانين كبار في مجالات شتى فيه أدباء كبار جدا جدا قبل يعني دايما نقول فترة الستينات فترة الستينات لا الخمسينات والأربعينات هي المؤسسة لفترة الستينات هي اللي فيها الأكابر في الكتابة وفي الفن التشكيلي وفي التمثيل وفي كل حاجة فكانت مفاجأة لازم أنقلها بأمانة للجمهور وكانت مفاجأة شيقة لما يبقى سيد درويش عايش لحد دلوقتي أكتر من موسيقيين عايشين دلوقتي وما لهمش صادة زيه لا يبقى احنا نلتفت لما يبقى الفترة دي كان فيها سيد درويش وسعد زغلول وطاحسين والعقاد يبقى احنا نلتفت يبقى التسطيح بتاع أن كل ما هو مقبل ثورة يوليو هو سيء ومهين لمصر واستعماري لا قال استعمار شيء بغيض قال استعمار ما فيش حد بيمدح الاستعمار لكن لازم نمدح البزور الوطنية اللي نبتت وطلعت أشجار عظيمة احنا عايشين في خيرها لحد دلوقتي